بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابداية طلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة ساينز مع مستر شريف الهواري يا رب دايما بخير يا ولاد. وان شاء الله موافقين في وفي كل المواد بتاعتنا بازن الله. الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الان شاء الله نتكلم على النوع التالي من يا ولاد اللي هو بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل للقناة وانتبع صفحة على الفيسبوك. في يا ولاد احنا بنتكلم فيه عن ايه? تعالوا نشوف بتاعه. يعني المرات يا مستر حصل تغيير في تركيب الصخور نفسه. تركبها الكيميائي. ليه? نتيجة حدوث يا ولاد. او ما اللي تعال فكركم بيه كده. تعالوا نشوف كده. زي مين? زي الويند وزي الووتر وزي طيب يعني تغيير الصخور وتفتتها بسبب اللي الاربعة دول. اما في في الكيميكال لا اعنا بغير ودي اهم كلمة. هناك اهم كلمة ايه من فاكر معي? كلمة فيزيكال. فيزيكال فاكتورز. اما هنا طيب خلي بلك معي. كيميكال يا ايبا بيحصل ليه? او تشوز الكيميكال يا مستر بيحصل بيحصل او تعالوا بقى. هو انت يا صخور بتتفعلي مع مين يعني? وطبعا زي مين مع اكسجين? ممكن مع الاكسجين? ممكن مع الووتر نفسه المية. المية بقى هنا ما فتتتش لا تتفعلت في فارق يا ولاد. في فارق هناك. كانت المية بتفتت الصغور. صح? اما هنا ممكن تعمل تفاعل. ممكن في حاجة اسمها امطار حمضية ما ترى كما تكونش نضيفة شوية. فتنزل بيكون فيها نسبة احماض. آآ فبتعمل طبعا تفتيت لمين للروكس نتيجة حتى في بعض الاسد زي بتنتج بواسطة وانا عرفها دلوقتي. يلا بقى نطلع كده. ونمسك حاجة حاجة نتكلم عنها بالتفصيل. نبدأ اول حاجة هو انت يا اكسجين بتعمل ايه يعني للصخور? تعالا نشوف. تعال بقى كده. في بعض الصخور يا ولاد. بيكون داخل فيها معدن اللي هو الحديد. سبحان الله. طيب زي مسلا الجرانيت والحاجات دي. بيحصل ايه? بساعات النص نمشي كده مسلا لقى زي الجبل كده او الصخور. اللون بتاعها احمر شوية. زي اللي في الصورة ده. لكنها مصدية تعرضت للصدق. ده يعتبر ايه? ان الاكسجين عمل عمل عملت ايه اكسجين وانا كان عملت مع الحديد في بعض الصخور. اللي هو اسمه ايه? ممكن ميضة في الصخرة نفسها ويخالها تتفتت بالسخولة. شفتوا بقى? ده يعتبر ايه كده? هل ميكانيكال? لا يا مستر ده كيميكال. الاكسجين عمل مع الروكس. يا رب يكون فاهمين? الرول التاني اللي هو بس المراضي وممكن يقول لك compare between the rule of water in physical او in mechanical weathering اللي هو ده اللي هو ده يا ولاد. والرولة في الميكانيكال كانت المياه بتعمل ايه? بتجري على الصخور تتدوب خبك من الكلمة دي تتدوب ما مش ريكشن ده هنا كده من غير ريكشن خالص. والروكس بتتكسر. اما هنا بقى. the rule of water in chemical weathering. when water dissolve the minerals in the rock. the dissolved minerals combine again for forming a new shapes as in the limestone caves. لأ بروحة كده بالصالب. لما المياه يا ولاد بتدوب بعض المعادن اللي موجودة في الروكس ديت. المعادن اللي ده بتدي بتتحد مع بعض تاني. بس المراضي بتعمل ايه بقى? بتعمل اشكال جديدة لما تتفعل مع بعضها. زي الفتحات والفجوات اللي موجودة في حجر او في صخور اسمها اللي هو بيقول عليه الحجر الجيري. تمام? بتكون فيها فتحات كده زي ما كده كيف زي كده نتيجة تفاعلها مع مين يا ولاد او بتعمل المياه دور المياه. يبقى اقول ايه يا مصر لما انا جيت لي في الامتحان? هتقول له كده لما المياه بتدوب المعادن تتحد مع بعضها تاني المنرالز ديت تكون اشكال جديدة زي خلاص يا ولاد طيب البعض كده بتعمل ايه كمان? اللي هي الامطار الحمضية دي المطرة اللي مش نازلة نظيفة دي. تعالوا نشوف. لما المطر الحمضي ده وتت يسقط على الصخور زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتدوب بقى وبتتفاعل مع المعادن اللي موجودة في الروكس ديت. ايه? طبعا اه طبعا بتفتتها وتضعف بتفتتها. طب. طب. تعالوا نشوف. تعالوا نشوف في بعض الكينات الحية يا ولاد كينات دقيق وكده بسبب اسم لايكنز. لايكنز بيقول عليها بالعرب اسمها الاشنات. بس طبعا احنا يعني خلاص يعرفين لايكنز. ما لها يا مصطر الكينات دي بتعمل ايه? دي بتطلع بتفرز احماض في الصخور. طبعا ايه المشكلة يا مصطر? كالعادة. الاسد زي بتعمل ايه زي كده? واتفتت. طبعا كده? بتدوب طبعا المعادن كالعادة. لما مش انتم لاحظين حاجة برضو. كلهم بيتفقوا ان يعني من اول الووتر كده والاسد اه طبعا كلهم بيعملوا ايه? دايما ناخد الكلمة يا ولاد. ديزولف مينيرالز فاوند ان روكس انت بريك داون زم. حتى الاسد رين كده. بصوا كده. او ديزولف مينيرال فاوند ان روكس كوزين بريك داون زم. حتى الووتر كده بصوا. الووتر ديزولف مينيرالز ديزولف مينيرالز وطبعا كالعادة. اه بكده يا ولاد خلصنا الليسون بتاعنا. يا رب نكون فيه منها. ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ فيه الليسون الجديد. اه طبعا ده يبقى اه اطلاع بس يعني يعني يعني. هنبدأ بعدك ان شاء الله فيه الليسون اللي جاي. كل التوفيق ليكم واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.